السلام عليكم طلاب ان شاء الله احنا كملنا بالمقطع السابق Voltage shunt او Voltage Barrel يعني حسب المصادر كل واحد يسميه فهس ان شاء الله راح نبدي بال Voltage Series نفس العملية يعني Voltage Series شن هو Voltage Series It means we send the output voltage لان هذا احنا بعد قلنا احنا هذا لازم تعرفونا اول واحد اخراج Output خوش والSeries المقطع الثاني يعني جايحشة على الانبوت فبالنسبة للoutput Voltية فانا It means we send output voltage اذا هذا واضح جدا استنتجته منه And We connect اذا هذا ش يعني connect الربط مالة الفيدباك اذا هذا يعني انا جاي تحسس بالاخراج شا اريد اطلع وطيل وتيار وهذا الثاني جاي اريد شا اربط We connect الفيدباك In series with the output of amplifier زين هسا انا قبل انشوف الشكل مالته الربط توالي يعني من هو الربط توالي معناته مصادر Voltية مثل ما اشرحت بالمحاضرة السابقة في مصادر Voltية انا مدام الربط مالتي توالي فكون عندي مصادر Voltية حتى اقدر احليلهم ببساطة يعني سهل علي التحليل فكون يصيرا عبارة عن مصادر Voltية حتى اجمحن او اطرحن فهذا هو يعني الغاية انه من series connection In series mean better to use voltage source شوف فمعناته شنو انه مدام الربط توالي افضل انه انا استخدم مصادر Voltية because it's easy to analyze because with two voltage source in series يعني مصدرين Voltية على التوالي نحن نقدر نجمحن ونطرحن هذا يعني انه يكون انت تفرق او تستنتج انه انا استخدم مصدر Voltية لو مصدر تيار منه الافضل يعني العفو منه شنو انت تريد انت يعني مو مو يعني مثلا هاي خطأ وهايا صح لا انت شنو شنو اللي عندك وشنو اللي سهل عليك الحل استخدمه مصدر Voltية مصدر تيار يعني هذا جاي احكي انه انت مثلا بامور مثلا يعني جاي تحلل دائرة تريد تحلل في الدائرة معينة فانت لازم تباوع على هاي الدائرة وتشوف الربط مالتها وشنو المطلوب مطلوب انه تزيد لهم المقام مثلا يجوك يقولولك ياابا هذا الامبلفاير شو ما يشتغل يعني جاي نخليه على يعني المصدر مالتنا او الOutput مالتنا وما جاي يعني يشتغل فلازم انت تجي تحلل وتقول ياابا انتم مثلا المصدر مالتكم شنو والOutput مالتكم شنو بحيث تستنتج انه انت شتسوي زيد المقاومة الادخال تنقصها من راح يعني شون مثل ما نقول يعني توصل المرحلة انه اوكي الOutput Impedance لازم ازيدها والOutput Impedance لازم اناقصها لحد هاي النقطة انت بعدها راح تقرر ياConfiguration تستخدم اللي سوي لك هاي العملية اللي انت تريدها مثلا انا اريد الزت out تزيد والزت in تزيد فلازم اعرف ياConfiguration استخدمه بحيث يزيد للإدخال وزيد للإخراج هايش ان شاء الله راح نشرحن واحدة واحدة الاشتقاقات فهس كربط كربط نفس الحالة ما الربط السابق انه ش عندك انت عندك هذا الامبليفاير بOutput Impedance بمصدر هذا هو كامبليفاير اجيت دخلت لمصدر فولتية وهنا انا بالاخراج feedback network بعد مباشرة كتبت المثالية مالتها ليش؟ لان انت عندك انت ش عندك؟ عندك فولتية بالاخراج فاذا استنتجت انه هنا انا عندي مصدر فولتية لان انا جاي تحسس بالاخراج فولتية حسب الاسم طلابي حسب الاسم وكيفك هذا الرسم هذا الرسم حسب الاسم مدام عندي فولتية فاذا الربط هنا مصدر فولتية فهذا لازم يكون عبارة عن مصدر فولتية ومقاومة هذا الان من الاسم بعد series الربط على التوالي الربط على التوالي فلازم شي يكون عندي ذا الربط على التوالي يكون عندي مصدرين فولتية حتى اجمحن على التوالي اذا شوفون هسا انا رابطا على التوالي حتى اجمحن او اطرحن من احلل فهذا طلاب يعني يكون يعني اتمنى توصل الفكرة يعني اللي جاي انوه عليها طلاب اذا عندك voltage series مثلا voltage series مباشرة تستنتج انه بالاخراج بالاخراج عندك مصدر فولتية لازم تربطي مصدر فولتية بالادخال مدام الربط series فلازم عندك مصدرين فولتية هذا واحد وهذا واحد حتى من تحلل تجمح انه بتشتغل اوكي ان شاء الله تكون واضحة هسا نجي نفس الحالة مال مساعي يعني هي هاي هاسا هكا ربط احنا هسا هنان بهاي المحاضرات جاي نتعلم شلون نربطن بعدين نحلل بعدين انه هسا انا هاي مثلا طلاب اقول لك شي صير بالZN بالVoltage series بعد تطبيق الفيدبارك عليها انت هسا انت هاي الدائرة قدامك مثلا انا اريد اسئلك سؤال مباشر هاي الدائرة مثلا بالشفهي اسئلت الشفهي مثلا اقول لك هاي الدائرة مالتك اطلع لك هاي الدائرة عرضها اقول لك او مو شرط اعرض لك هاي الدائرة اقول لك بالVoltage series اريد تنطيني شي صير بالمقاومة الزتن اذا طبقت عليها فيدباك تجي تقلي انا عندي اهنان الزتن انا هسا سنتجت لازم استخدم مصدر بالإدخال اهنانه فينات ان يكون المصدر بولتية لان الربط مالتي سريس تجيب يعني شون مثل ما نقول تجيب الاحداث بالتسلسل يعني هسا اول فقرة حتى اوصل انه انا اوصل الزيت لو تنقص فهسا اول ما اقول اقول انا من الاسم الاسم اللي انت مطيني ياه السريس النوع فانا استنتج انه الربط مبين الاخراج مالتي الفيدباك والادخال مال مصدر هو توالي اذا الربط توالي فمعناته انا لازم استخدم اثنين هالمصادر فولتية لان الربط توالي لان حتى اسهل على نفسي التحليل وينجمعا هاي استنتجت انه شيش استنتجت الاستنتاج المهم جدا انه هنا مصدر فولتية وهنا مصدر فولتية خوش زين اذا هنان عندك مصدر فولتية شيصير بالزت ان او ش تتمنى انت ش تتمنى يعني ش يعني شوان نوصل لكم الفكرة يعني ش تتوقع اذا تستخدم مصدر فولتية هنانا انا اتوقع يعني وياها فيدباك انه انا المفروض المفروض انا اريد هاي الفولتية كلها تتخليل الامبليفاير فاذا انا هاي الفولتية اريدها كلها تدخل الامبليفاير لازم شنو يعني شوان انطيها حافز مثل ما يقولون الحافز انه اكبر هاي هاي اخليها جبيرة جدا بحيث الفولتية كلها يعني هاي الفولتية كلها تروح الهاي هاي هاي هنانا صغيرة وما تسحب فولتية عالية بس هاي نصير تكبر فمدام عندي مصدر فولتية هنا هاي لازم نصير كبيرة جدا معنات شنو معنات تنظرو في مقدار اسمه بيتا زائدن واحد واحد زائدن بيتا بالأيوية العبو فبهاي الطريقة كون طلاب تستنتج لي بالاخراج لبس العملية هاي بالاخراج وهنا عليه بعد بالاخراج انه انت عندك مصدر فولتية وهنانة الزت آوت بس تنتبه لي بالاخراج جاي يصير العملية بالعكس طلاب العملية بالعكس يعني انت عندك هنان الزت آوت وعندك هنان الأرلود زيان انت شنو ش تريد من عندك مصدر فولتية انت تريد الزت آوت تصير اصغر ما يمكن اريد ازغرها لان ارلود اريد الفولتية كلها تطلع ما اريدها اضع بالزت آوت فلازم انا بعد ما اطبق الفيدباك استنتج انه وانا الزت آوت مالته قلت فهاي الزت آوت وبهاي الحالة راح تتقسم على واحد زائد بيتا بالAV هذا بالنسبة إلى الـ Voltage Series بالنسبة إلى الـ Current Shunt هسا احنا أخذنا Voltage Shunt و Voltage Series هسا نجي إلى النوع الثالث اللي هو الـ Current Shunt أو الـ Current Barrel اللي يسمونه شيعني هاذا هسا أنت من الاسم هسا قبل لا يشوف الدار شيعني هاذ يعني أنه أول فقرة هنا قلنا هذا هو Output فمعناته شنو أنا جاي بالإخراج جاي أتحسس تيار يعني جاي آخر تيار فلازم إذا أنا أتحسس تيار فمعناته شنو ربطه هنا لازم ربطه هنا عبارة عن مصدر تيار ومقاومه على التوازي هيتش أريد فتستنتج الربط الربط على التوازي إذن مدام الربط على التوازي فلازم يكون عندي مصدرين تيار الربط على التوازي معناته هذا جاي يحكي على الإدخال مدام جاي يحكي على الإدخال فمعناته الربط بين الإخراج مال الفيدباك والإدخال مالتي مصدر الإدخال لازم يكون المصدرين تيار بحيث أنا أقدر على التوازي أقدر أجمعها أو أطرحها هنا أنا بالإخراج من الاسم التيار فمعناته عندي مصدر تيار ومقاومة هسه إذا أجي للدائرة وأباوة عليها أشوف الحكي اللي حشيتها لازم شوفوا شفت الحكي مضبوط أنا مدام عنده بالإخراج تيار من الاسم يعني هاي الأمور طلاب يعني هاي تفيدكم بعدياً بال يعني مثلاً أضيك بس الاسم وقللك شو راح يصير بالإخراج وشو راح يصير بالإدخال فأنت من الاسم مو يعني مو شلون يعني ما أريدكم هاي الدائرة هاي الدائرة تدرخها درخ تدرخها تدوخ بيها لا أريدك تفهمها بحيث بس من الاسم ترسمها يعني أنت بس أرسم لي هذا الفيدباق أول مرة أول مرة أفهم لي إشلون تعبر عن مصدر إذا كان إذا استنتجت تريد ترسم مصدر تيار فترسمه عبارة عن مصدر تيار ومقاومة على التوازي إشلون ترسم مصدر فولتية ترسم عبارة عن مصدر فولتية ومقاومة على التوالي هاي أول فقرة حطيناها على صفحة الشغلة الثانية يعني المثلة عبارة عن ZN والمصدر هذا يأما يكون مصدر تيار ومقاومة التوازي يأما يكون مصدر فولتية ومقاومة التوالي هاي الشغلة الثانية المثالية مالتها شنو الفيدباك نيتورك منين هاي تجيبها هاي يعني شون تعرفه ايش ترسم منه ترسم مصدر فولتية مصدر مقاومة هاي تعتمد على الادخال مالاتك هاي منا اذا انت هسا انا قلت لك current فمعناته الاخراج مالتك شنو تيار اوكي مشى التيار نزل هنا فمعناته انت جاي تتحسس جاي تتحسس تيار يعني التيار جاي ينزل هنا فاذن هاي الصفحة تستنتجها معناته تيار هاي مو فولتية طبعا هاي طلاب مسحوها هذا مصدر تيار بس هي عادة نقدر نكتب في اوت هي اوكي هي هاي الموجب سالب في اوت فهي نفسها هاي الموجب هنا مو مشكلة بس انا يعني انا جاي اشتغل على تيار هنا من يلي جبت هذا التيار من من الاسم اسم هو قل لي current فاذن انا استنتجت انه هنا عندي مصدر تيار ومقاومة على التوازي النوبة بداية الفيدباك نيتورك لازم تكون مصدر تيار مصدر تيار من شلون مصدر تيار انا اريد التيار كلها يدخل داخل الفيدباك نيتورك فشنو المثالية مالتها لازم اسويها short circuit هاي الفقرة الثانية يعني هي طلاب استنتاجات وحدة مربوطة بالثانية بحيث ترسم الدارة وانت ما حافظها بس مجرد من الاسم بس تتابع احداث لازم لازم انت من الاسم current قلنا اعيدها معناتها مصدر تيار نزلت رح يصير الادخال غصبا علي يعني هو انا انا مرجع من الاخراج مرجعه للفيدباك نيتورك فمرجع تيار فلازم يكون هذا الادخال مالتها تيار زين انا التيار شنو المثالية مالتها انا قلت الفيدباك نيتورك رح اعتبره مثالي فشنو المثالية مالتها المثالية مالتها انه انا اسوي هاي المقاومة كانت هنا انا اسويها short circuit زين نجع عليه الادخال مالت المصدر مصدرك انت المصدر مالتك المصدر مالتك فولتية لو تيار انت استنتجت من الربو من الاسم الاسم الثاني اللي هو هسه current اشتغلنا على الاخراج السريز العفو هو الشنو هنا السريز لو جاي نشرح احنا على على براول على البرل جاي نشرح عن البررل في البررل براول انت شنين الاسهل لك من الاسم شنين الاسهل لك اتمثل مصدر الادخال مصدر طيار في الاسهل لي أنا مصدر الادخال اسوي مصدر طيار صحيح فإذن أستنتج هنا شن المثالية المثالية مالت الفيدباك لازم استخدم مصدر تيار مصدر تيار شنه هو عبارة عبارة عن مصدر تيار وكانته مقاومة على التوازل فالمثالية مالت المقاومة هالسير انفينيتي فراحت فإذن بهذه الطريقة قدرت أرسم بدون ما حافظ أي شيء مجرد هو أنطاني الاسم هو قلبي مثلا current series فبس من الاسم أنا رسمت هذه الدائرة مباشرة بس مجرد أنه أنا بعض البديهيات أعرفها فإذن هسه من ال current تستنتج هذا من الاسم تستنتجت هذا رسمتي أنت أوكي مدام صار عندك مصدر تيار فمية بالمية يعني ش راح ينزل عندك هنا غير ينزل عندك مصدر تيار فهذا مصدر التيار الشي الربط شوفوا بعض طلاب هنا هميا أكو عملية بالعكس إذا كان عندك مصدر فولتية بس هو يعني في الشي بديهي يعني إذا كان عندك مصدر فولتية في المصدر الفولتية شون يربطوه الفيدباك نتورك يربط على التوازي إذا كان عندك مصدر تيار في التيار أنا أعرفه شلون أنا ربطوه الفيدباك نتورك ربط على التوالي فهذا هو الربط التوالي ربط على التوالي يعني جبت من هذا من أول واحد نزلت هنا دخل بهذا ورجع دخل بالفيدباك نتورك ورجع للأمبليفاير فإذا كان عندك مصدر تيار مصدر التيار بالإخراج جاي أحتي بالإخراج بالإخراج وليس بالإدخال فبالإخراج مصدر تيار تربط على التوالي مصدر فولتية عندك هنا فتربط على التوازي هذا كإخراج بالإدخال هنا بجهة الإدخال أجعله المقطع الثاني هل سمو قل لي current رسمة هاي الصفحة زيني شقل لي بعد هنا قل لي parallel أنا أعرف إنه بال parallel لازم أستخدم مصدر تيار فإذن جيت رسمة هذا مصدر تيار مباشرة وانا مغمف فمدام رسمة مصدر تيار حتى أسهل على نفس الحل لازم هدهم أسوي مصدر تيار فإذن وأربطهم على التوازي على التوازي شون تربطهم من الأول للأول من الثاني للثاني هو هذا الربط تبقى هاي الأسهم بعدين إن شاء الله نعرفها يعني هاي الأسهم هذا هو المفروض السهم لي جو وليش لين feedback وليس لي فوق إذا هذا السهم لي فوق فمعناته positive feedback لأن هذا السهم إذا لي جوه معناته جاي ينطرح وإحنا جاي نحكي على negative feedback فهذا السهم لازم يكون لي جوه بحيث يتحقق عندي شرط negative feedback يعني أنا جاي أشتغل negative feedback هنا عندك ZN feedback شي راح يصير به إذا كان عندك مصدر تيار مصدر تيار فمعناته هنا أنا أستنتج إنه تتقسم على 1 زائد بيتا بالAV هنا عندك مصدر تيار شوفوا هاي الشغلات الطلاب جداً مهمة هاي AI وليس AV ليش AI؟ من ين جبته؟ لأن الـ gain شي ساوي إني الإخراج على الإدخال الإخراج التيار والإدخال تيار فمعناته AI هسه هذا مصدر تيار عندك مصدر التيار شي حبي يشوف الزيت آوت أنا أنا أول أول فقط راح أحط بالي إنه أنا أريد كل التيار يروح للـ air load فلازم كل التيار يروح للـ air load زي أنا أنا هسه هاي الزيت آوت إش أريدها تصير؟ أريدها تصير أكبر ما يمكن بحيث ما تسحب تيار التيار كله يعبر على الـ air load فمعناته الزيت آوت تنظروا فيه واحد زائد بيتا بالـ AV وإن شاء الله راح يشوفهم بالإشتقافات القادمة النوع الرابع هو current series عرفنا current current شنو معناه جاي يتحسس تيار هنا هنا بالأخراج ربا أخليتهم إخراج تيارات مصدر تيار ومقاومة على التوازي اللي هي المقاومة هي الـ embedence series معناته الربط توالي بين الـ feedback network وبين المصدر فمعناته الربط series معناته أخلي هذا مصدر فولتية وهنا أخلي مصدر فولتية حتى ينجمعا على التوالي هاي بهاي الطريقة طلاب يعني كون تستنتج الرسم والدائرة كون يصير عندك الرسم بسيط جدا هاي ليش خليت اي جي هنانا لأن أنت تعرف إنه الـ gain شي ساوي إنه الإخراج على الإدخال زيان الإخراج ما التي تيار والإدخال فولتية مصدر هاي تعتمد على المصدر ما عليك بهذا هذا ك يعني تأشيرات بس أنا اعتمد على المصدر مصدر شنو جاي يستخدمه مصدر تيار لفولتية جاي يستخدم مصدر فولتية زيان الـ gain رح يساوي رح يساوي تيار على فولتية تيار على فولتية هاي تعتمد تعرفونه هو Transconductance اللي هي عكس المقاومة فاستنتجت إنه خليت الهجي هنا جاي يرجع لي من الإخراج مالة المالة الـ amplifier هو تيار لأن هنا هذا مصدر تيار فما ينطيني تيار فإذا هنا هاي صفحة تيار والدليل خليت short circuit حتى كل التيار يدخل الـ feedback network زيان هنا شنو هنا أنا عندي مصدر فولتية فخاذا لازم أخلي مصدر فولتية فاش راح يصير عندك هنا نا تيار وهنا نا فولتية في feedback network اخراج على ادخال اخراج هاي فولتية وادخال هاي تيار فولتية على تيار هي عبارة عن مقاومة في رمز تله برمز beta R في i note ليش هذا منين جبت beta R في i note i note اللي هو هذا التيار الخارج نحن مو نعروف انه gain هي high gain ترى beta هي عبارة عن gain طلاب يعني معروفة فالgain beta شي سوي انه الاخراج على الادخال الoutput سنقول الoutput على الonput فالoutput شنو عبارة عن i note i note مقسوم على اليمن على الادخال اللي هو ال-vn مثلا نسميه وهنا يساوي beta فإذا vn ش ساوي vn هاي عدي beta لا العفو العفو شوف 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 هاي خطأت بها طلاب هاي هاي هذا الادخال بالfeedback network وهذا الاخراج يعني هاي خطأ اجتبهت بها لاني سويت هاي اعتبرت هذا الاخراج وهذا الادخال هو الfeedback قلت لكم بالعكس انا نوه عليها سابقا إنه الفيدباك بالعكس رح يصير هذا إدخالها وهذا خراجه فإذن إدخالها شنو إدخالها الإدخال مالتها i-note والإخراج مالتها v-n فاش رح يصير عندك هنا رح يصير عندك v-n على i-note هنا i-note وليس ذني يعني العملية بالعكس بحيث v-n اللي هنا هنالي v-n شا الساوي اللي هي هذا المصدر نفسه يعني i-note في b-ta i-note في b-ta يساوي v-n فبهاي الطريقة طلعت ونفس الحاجة بالنسبة للconfigurationات السابقة هذا كل ما يخص الconfigurationات الأربعة طلاب أتمنى تضبطوهن أي واحد عنده سؤال يرسني نجي عليه What is the difference between the four feedback configuration or when i will decide to select one of them يعني شن الفرق بين الconfigurationات الأربعة وش وكت أقرر إنه أنا يا نوع استخدمي to know how to select one of four configuration we have to study the effect of negative feedback on the output and output resistance يعني حتى نعرف إنه إحنا هاي الconfigurationات الأربعة إش وكت أختار واحد من عدهين لازم أعرف شنو تأثير الفيدباك نيتورك على الأنبوت والأوتبوت إمبيدنس يعني أنا شرحت عليه طلاب يعني تأثير الفيدباك يعني بطريقة يعني بس بالحجي بس إن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نشوفه شنو تأثيره بالضبط اللي قلت لكم عليها الاشتقاقات أنت من من راح تعرف تأثير مثلا تأثير الفولتج شنط شنو تأثير الفولتج شنط على الأنبوت والأوتبوت رزيستنس راح تعرف مثلا مثلا ننفرض إنه مثلا تقول يابه تأثير الفولتج شنط على الأنبوت والأوتبوت إمبيدنس إنه الأنبوت إمبيدنس الزيت والأوتبوت إمبيدنس تقل وهكذا بالنسبة للفولتج سريز وعدك الكارنت سريز يجوز يصير بالعكس ويجوز الـ current parallel role شوفوا شون الصير العملية يزيدن 2 ينقصن 2 واحدة زيد وواحدة تنقص بالعكس يعني أنت مثلا صاير عندك فكرة كاملة أنه بكل configuration شنو يصير بالZN والZout خوش؟ هايش وقت ورا ما تطبق feedback فهسا النوب نرجع نجاوب هذا السؤال يالله نقدر نجاوب هذا السؤال احنا مثلا اش وقت نقرر نستخدم واحد شون نقرر نقرر احنا حسب المعطيات اللي عندي مثلا أنا عندي amplifier وهذا الـ amplifier يجيني واحد يقول لي يا بهذا الـ amplifier عندي وبس أريد من عندك الزيد للـ input impedance والزيد للـ output impedance أنا مباشرة أجي أباوع أحط الـ configurationات الأربعة بالي وأقول يا configuration يزيد للـ input ويزيد للـ output impedance بعد ما أطبق feedback أقول لفلان configuration إذن أجيب هذا الـ amplifier وأطبق عليه الـ configuration المقصود هذا هو إنه إش وقت أقرر أقرر أنا ورا ما أعرف تأثير كل واحد أول شي إن شاء الله بالمحاضرة القادمة رح نعرف تأثير كل واحد من عندهم شي سووا بالـ input والـ output impedance ورا ما أعرف راح بعد أي amplifier يجيني أقل له شنو المطلوب شتري دا زايد لك الـ output impedance أقللها الـ output impedance شتري دا زايدها أقللها فهو مرح يقل لي مثلا أريدك تنقصن اثنين هن راح أنا أقول يا configuration ينقصن اثنين هن أجي أختاره وأطبقه على هذا الـ amplifier يعني هذا الـ amplifier أحطه قدامي هذا الـ amplifier أجيبه هو هذا الـ amplifier مثلا أخليه قدامي وأطبق عليه الـ configuration اللي يحقق لي اللي هو طالبه يعني يريد هن اثنين هن يزيدن يريد هن اثنين هن ينقصن يعني وراح نعرف نحن كل واحد وتأثيره على الـ amplifier يعني أتمنى تكون هاي الفكرة واضحة طلاب إن شاء الله المحاضرة القادمة راح نكمل نشوف تأثير الـ negative feedback على الـ configurationات الأربعة يعني كل configuration وشون تأثيره على الـ output والـ output impedance شكرا لكم